مباراة الافتتاح 8-11 وحتى يوم 22 الكل كان في الاول ما كانتش الامور ماشية بشكل جيد كانت الناس بتفكر ان المنتخب الاوليمبي ده الناس كانت خارجة من احباط كبير جدا وهو احباط خروجنا من كأس الامم الافريقية في دور الستاشر كأس الامم الافريقية للكبار فالناس كانت دايما بتفكر ان منتخب الاوليمبي ده خلينا بس نشوف اول ماتشرة بنا كرمنا في اول مباراة ضد مالي كسبنا 1-0 ولم يكن الاداء جيدا مباراة تانية مباراة غانا كان فيها عدد اكبر شوية من الجمهور من المباراة الاولى ولكن الاداء كان ولا اروع ولا احلى من كده الحقيقة وقدر منتخبنا يفوز على منتخب غانا بثلاثة مقابل هدفين وبالتالي عدد الجمهور زاد في مباراة الكاميرون اللي هي ما كانتش تهم منتخبنا في اي شيء لانه كان صعد رسميا الى الدور قبل النهاء في هذه البطولة ولكن الناس جات وملت الاستاد في الدور قبل النهائي الناس جات وملت الاستاد في المباراة النهائية قدام ساحل العاج الناس برضو جات وملت الاستاد وبالتالي ثقة الجمهور المصري في منتخبنا الاولمبي زادت بشدة ولكن على رغم من احنا يجب ان نهن المنتخب الاولمبي على الشكل اللي هو بيؤدي به في الخمس مباراة ولكن لا يجب ان يكون هناك مقارنات ما بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول مش هيبقى اسمه منتخب مصري الاولمبي فالمقارنات والتريقة اللي بتحصل على المنتخب الاول من وجهة نظري هي عفوا هي اشياء غير صحيحة وجهة نظر معرفش اللي يعني اللي ممكن يتقبلها اوكي اللي ما يتقبلهاش يعني ممكن جدا ينقشني في هذا الموضوع الاتنين اسمهم منتخب مصر الاتنين يجب ان تكون هناك مسندة كاملة للمنتخب الاول زيها زي الموجودة في المنتخب الاولمبي المنتخب الاولمبي هو اللي عمل حالة من المسندة خلال الفترة اللي فاتت ولكن المنتخب المصري الاول اسمه منتخب مصر اللي هو مجموعة اللاعبين اللي حضراتكم شفتوهم الشناوي واحجازي ومحمود علاء والجانب الشمال اللي موجود فيه والجانب اليمين اللي موجود فيه وبقية اللاعبين أيمن أشرف وأحمد فتحي وحمد هاني وبقية اللاعبين المتوجدين في وسط الملعب وما دون اسموهم منتخب مصر بالمناسب فالفترة اللي فاتت الناس كانت مشغولة بالمنتخب الأولمبي بعد المنتخب الأولمبي الحية وبعد انتهاء مباريات المنتخب الأولمبي وجدت ان الناس كلها رايحة في اتجاه التريقة على المنتخب الأول تريقة على المدير الفني للمنتخب الأول كابتن حسام البدري على بقية الجهاز الفني اللي موجوده يقولك ده منتخب مش هيعمل حاجة. انا بقول لحضراتكم حاجة. وحنتقبل ان شاء الله ربنا يدينا ويديكم الصحة والعمر. منتخب مصر سيصعد منتخب مصر الاول. سيصعد اول عن هذه المجموعة. وجهة نظر حاجة بسيطة جدا. لسه المباراة القادمة بشهر تسعة اللي جاي. الدنيا هتقوم وتقعد لغاية شهر تسعة اللي جاي. محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. لكن انا بقول وجهة نظري ان منتخب مصر سيصعد اول عن هذه المجموعة منتخب مصر الاول. منتخب مصر الكبير يعني. هيصعد اول عن هذه المجموعة. انا وجهة نظري كده. وجهة نظري ان احنا عندنا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين. عندنا مدير فني ومجموعة جهاز فني محترم. اللي اتنين يقدروا يولفوا على بعض خلال الفترة اللي جاية. كابتن حسام هيعمل جولات اكتر هيعمل هيبقى له فترة طويلة هيقعد هيبتدي معسكراته بدري هيشوف الدنيا ماشية ازاي افضل خلال الفترة اللي جاية وبالتالي. لأ. عندنا مجموعة لعبين كويسين. عندنا تريزيجية. عندنا كهرباء. عندنا اه محمد صلاح. عندنا احمد حجازي. عندنا اه محمد الشناوي. عندنا مجموعة كبيرة جدا. فالحقيقة يعني اه اه التريقة على المنتخب الاول وجهة نظري ان هي لا تصحيح.